قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية سالم المصلط ان روسيا كثفت ضرباتها الجوية منذ ان اعلنت خطة وقف اطلاق النار الامريكية الروسية وانها تخشى وقوع الاسوأ خلال الايام التي تسبق بدء تنفيذ الاتفاق واضف ان التصعيد في القصف كان في استهداف مناطق في حلب وحمصة وبعض البلدات في ريف دمشق مؤكدا ان الهيئة تدرس شروط الهدن ولا تعارضها من حيث المبدأ لكنها تخشى من استغلال روسيا بعض الشروط المبهمة في الاتفاق لاستهداف الفصائل المعتدلة والجيش الحر